بينهم عشرون من أفراد السلطة في السجن المركزي في صنعاء حيث يحتشد بين ثلاثة إلى أربعة آلاف سجين للمطالبة بإسقاط النظام ولوحظ انتشار أمني وعسكري كثيف في المحيط الخارجي للسجن كما لوحظ وجود مدرعات تابعة للجيش وانتشار أمني وعسكري في حي الجامعة ومحيط ساحة التغيير الشمال غرب العاصمة صنعاء حيث يعتصم آلاف المحتجين وشمل الانتشار الأمني المنشآت الحيوية كشفت تحقيقات المباحث الجنائية بأسيوت في مصر تورط السفير اليمني بالقاهرة عبدالوالي الشميري في تجارة الآثار وكان الشميري تعرض لاعتداء أوائل الأسبوع الماضي وبحسب التحقيقات فإنه كان برفقة خبير آثار بعدما اشترى قطعة آثار نادرة من أستاذ جامعي بجامعة أسيوت مقابل ثلاثة ملايين جنيه مصري وعند عودته اعترضه مسلحون بإعازم من الأستاذ الجامعي واستوقفوه واستولوا على ما بحوزته ومعنا من القاهرة رانج